اروح الاسماعيلي والاتحاد محمد فوزي كان نزل مكان احمد عبد المنعم بزرق احمد عبد المنعم عمل هجمات كويسة هنكمل وبعد كده فوزي كمل ومهدي سليمان ناحب تاني مع الاتحاد كمل بقى الهجمة خانا بالك من حتة الايه بص احمد عادل ارجع بقى كده بصنة بوسيطة من وراء اوما كرة تتلعب احمد عادل اتفقنا ان هو جول كويس وجول كبير جدا وعنده خبرات ولكن الماتش بتاع براء ارجع 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 وراء كمان شوية اه ارجع وراء كمان شوية اوقف بقى هنا اوقف هنا ماتش زد طبعا عمله قلق شوية في الجول اللي داخل فيه لكن هو كان ماتش بشكل كويس الكرة لزي دي كان لحمد عادل عبد المنعم ماينفحش يبقى جوة التمنتاشرة كريم ويتوقع للراجل بتاع الاتحاد كان لحمد عادل عبد المنعم لازم يطلع قدام شوية طب هو مطلعش كمل هو قريب قريب بص قريب الكرة كان لازم الخطوة القدام اخدها بايدي ففكر تفكيري ان ده خطأ طبعا من احمد عادل كان لازم يبقى البوزيشن بتاعه قريب من الحاكم شوية تاني حاجة هو وصل مبلوله اللي هو الععيب الافريكي بتاع الاتحاد وصل للكرة احمد عادل كان لازم ياخد خطوة ده ويطلعها في الاوت ويخلص كمل بقى الهجمة دي ده الهدف يا كريم اوقف اوقف بقى هنا قبل ما يلعب عبد الرحمن مجدي ماشي كمل اوقف ارجع عند عبد الرحمن مجدي ايوة هو ده احنا اتفкуюنا اقولنا اياه كريم اللعيب هو جاي هنا واضر التشريحي بيحطاها هنا طب هتا هاتل زوية التانية عشان السرعة تبقى واضحة عشان كده السرعة مش تبقى واضحة كامل اه ملهاش ايوة بص عبد الرحمن مجدي خلاص بيطح في زوية القريبة لازم يحط في نفس الاتجاه. اه. لازم يحط في نفس الاتجاه. كان لازم المهدي. اه. يلعب برد فعلا اقوى من كده. وبخبرات. اه. السنين كان لازم يبقى وقف في المكان ده. في الدقيقة. ياخد خطو على الدقيقة على طول. هو تفاجئ بيها. يبدو اكيد انه تفاجئ بيها في الدقيقة. وفي حاجة كمان في المهدي من الاول خالصة وجينا من ناحية اليمين. اقف بقى هنا. اقف. لا ارجع تاني هو بيلعب اللعيب اللي بيلعب بالعرض. بص. بص البوزيشن اللي اللي عامله المهدي ما يفعش واجهها كريم كده. الرجل مش هيشوت. واضح ان الرجل هيلعب بالعرض. يبنى مهدي اول حاجة كان لازم يبص ناحية العكسية يأمن نفسه. تاني حاجة يبقى فيه ميل شوية. رجل الشمال تبقى جوه سنة. ليه? عشان. كمل بقى الهجمة. اللفة بتاعت المهدي كتير قوي. وتعاملت كان خلاص. وايده طبعا مش طلعة من جسمه بدري. فطبيعي ان هي مش هيلحها الكرة. لكن دي كانت عايزة خبرة. تركيزه في بتاعه حركة رجلو. فتفاجئ اهو. لازم في ميل. اه. في ميل للكرة ما يفعش. اواجه بوشي. ايه. عشان اعرف اميل اعرف اتحرك. ايه. تبقى سهل عليها. ايه الكرات دي احنا بنفرج عليها. في العادي يعني احنا مش حلوس مرمى سهل يا جماعة. هتقول صعبة جدا. هتقول صعبة جدا. اه. بس انت وقت بتفعك حارس تقول كان ممكن تتسهل. بالزبط. نفس الكرة هنا بسك. ارجع ورا. اهو. بس رجل الافريكي. فرق هنا رجل الافريكي مسابق اه كريم. يبقى اخراس احط بنفس الاتجاهة. هو مسابق. لازم اقف له. اقف. ملعبش على التوقع. واثبت. هيتطلحها بشكل كويس. لان الرعب الاسماعيلي مسابق لعب الاتحاد. فطبيعي ان هو بوس من هنا اهو. قطع. في نفس الاتجاهة كريم. سواء بالرجل. بالايد. باي حاجة. بالرجل. بالدماغ. باي حاجة. بالهد. هتكف نفس الاتجاهة. انا لو صح او غلط اتا اقول لي يعني. كده كده هيكونها صعبة جدا. خليك في الدقيقة خليك في بتاعتك. بتاعتك اهو. اه اه اناسو بس هو توقع حاول يلمي نفسه يمين. بالزبط. ما انا ما فقاش توقع. بصك كريم. اهو. بص. اثبت بقى ما تميلش. بالزبط كده. هو مال لعب على التوقع. بص. بالزبط كده. مال يمين. شايف? بالزبط كده وده بقى صوده. يعني هو لو عمله على البعيدة المهاجم الاسماعيلي خلاص. هو انت بقى. طب لك. طب كريم لو مدافع الاتحاد قافل مع الراجل الدايقة. اه. يبقى يعمل ايه? خليك على البعيدة. يبقى خليه في النص. اه. في النص. لانه هتقبط في اللعيب بتاع الاتحاد. اه في الدايقة. تاني حاجة. ما لهاش غرف في البعيدة او في نص الجول. احنا اتفقنا. انه لو محطش في القريبة. بيحط. في نص الجول. انه هيقفل بط رجله او يقفل بدماغه. هتعدي من نص الجول. هاي. مش هتعدي في البعيدة دائرة. هاي ناخد اللي بعدها. بص يا احمد عادل عبدالعيم. كمل. بص الميل بتاع احمد عادل. ميل. كمل الهجمة. غير البوزيشن اللي بص رجله الشمال. في ميلة هو. مش واقف اه مستقيم او مواجه لعب الاتحاد السكندري. احمد عمل انقاذ هنا كويس. ولكن كان لازم احمد يتعامل بايده اكتر. ان الكرة طبعا ايده كانت مفتوحة سنة فكانت في صدره. شايف? اه. ما جاتش في ايده. لكن الميل ده شايف ميل رجل الشمال الميلة. اتعاملت بالعرض ده كريم هاعرف اطلع. اتعاملت على البعيدة هاعرف الفوتورك بسرعة واخد. اتعاملت في القريبة انا كده كده رجل اليمين ما امناني. هطلع. بص الميل. اهو. هنلاقي ميل تاني اللي احمد عادل اتعور فيها نفس الكرة. بس احمد اتعامل باعه بالعرض. عشان في ميل. اهي. شايف? في ميل. اتعامل بالعرض وخده كرة وكل حاجة لكن هو اتعور. وطبعا بتمنله النهار يعني ان شاء الله ربناش فيه ويرجع تاني. ان هو حارس كويس. بص الميل. شايف الميل. خلاص. اهو. خدت بالعرض ومسكت. هزوها عشان حمد عادل كل ما ايه يركب تشكيل عسيه يجي له اصابة يعني. فربنا يوفقه طبعا وان شاء الله يرجع تاني احساب الاول. في تفاصيل يا كريم. اه. للفرق الكبيرة بتكسب بالتفاصيل. اللجوان الكويس بيفرق بتفاصيل. صح. 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 انت متصور ان الكور سهلة بقولك وفجأة صعبة. وفجأة تكتشف انها كانت سهلة جدا على الحارس. لو كان واقف صح. لو كان بيتحرك صح. بص مبلوله هنا الفرق الوضع مختلف. هو عدة. وخلاص هواخد القرار نهاشوه. خلاص. بص محمد فوزي هنا واجه. طبعا في الشوتة كريم لازم اواجه. ما ينفعش شكل كويس. في الديقة في البعيدة يا حسن. هنا. ارجع لسنة كده. كورية عبدالرحمن مجدي اعتقد. بص. كمل. 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 اقف. فتحة رجل المهدي هنا يا كريم مش مظبوطة. وخلي بالك. عبدالرحمن مجدي لو خات خطوة كمان شمال. والمهدي فتحة رجله هيبقى اجباري ان هو يروح يمين السنة معاه. ولو اتحطت ضعيفة في البعيدة. هتروح بسهولة. جوه الجول. ولكن طبعا خبرة مهدي وقف في صلح خطأه. لجل مفتوحة. فلازم يوقف هنا. فهتعامل معها بشكل كويس برد فعل كويس. ايه. طبعا المهدي جول كبير وجول عنده خبرات. طبعا. هي بتبقى جزء من اللاحظة الكريم في الماتش خالبالك. انا متخيل حارس المرمى يعني انت زي بتحالي حارس المرمى اللقتي بس في الماتش سوال يا جماعة الحالات دي. اه. في الماتش نفسه الامور بتبقى صحبة جدا. طبعا. انت بجزء من السنة بتبقى بس الخبرات بقى. طبعا. بتغنيك على الكلام ده. اللي هو طبيعي انا عارف انا هعمل ايه في المواقف ده. بتغنيك عن الحاجات دي. الكرة زي دي. اه. انت واقف صح. بتحس ان الكرة سهلة. بتلاقي الفرود او اللعيب التاني قولك ايه يا عم ده قفل لي الجول. صح. انت تحركاتك هيل. طبعا دي بالخبرات. مزبوط. لكن الحارس اللي هو الصغير هتلاقي عنده موهبة ولكن ما عندوش تقل بتاع الخبرات بتاع.